بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس الأهلي دايماً مفرحنا لكن الحقيقة كانت وحشان الفرحة المرتبطة بالمنتخبات الوطنية نجاح وخطوة رائعة لمنتخبنا الوطني تحت 23 سنة منتخب الأولمبي بالصعود لأولمبياد باريس 2024 وللمرة 13 في تاريخ الكرة المصرية يمكن احنا أكتر منتخب أفريقي شارك في الألعاب الأولمبية 12 مشاركة الحمد لله والشكر لله على التأهل للمرة 13 بجيل عنده طموح كبير والحمد لله ربنا كرم وقدرنا نكسب منتخب غينيا النهاردة بهدف مقابل لشيء هدف أحرزناه في ديئة أعتقد 16 في أول 15 في ديئة 8 أنا آسف من عمر المباراة وقدرنا نحن نسيطر على هذه المباراة حتى اللحظات الأخيرة يعني اللي شاف المباراة شاف أن احنا في آخر هدف أو آخر دقيقتين كان لنا هدف وأضاعه أجواره لعب نادي غزل المحلة وبالتالي كان ألف ألف مبروك لمنتخبنا الوطني الأولمبي وأعتقد دي نتيجة طبيعية عندما يتولى كل مختص الأمر يجب أن تكون هذه هي نتيجة محمد بركاته عضو مجلس إدارة الاتحاد كرة القدم المشرف على الملف ده هو اللي تعاقد مع روجيرو ميكالي مع بقية الاتحاد طبعا ولكن روجيرو ميكالي المدير الفني القدير الحقيقة صاحب ذهبية أولمبيات ريادو جانيرو اللي حققها مع المنتخب البرازيلي عمل شغل جيد جدا جدا بالمناسبة أنا لسه كنت بأتكلم مع أحد الأصدقاء أو مبارح كنت بأتكلم مع أصوص محمود صبرو أصوص عصاب شالتون في هذا الأمر تحديدا أن روجيرو من المديرين الفنيين الجايديين قدر أنه بجيل سمعته متوسطة يعني اللاعبة اللي موجودة في المنتخب الأولمبي مش كلهم حضراتكم تعرفوهم مش زي أيام مثلا الفترة بتاعت الكابتن شوقي غريب والفترة اللي قابلها لكن دلوقتي 3 تربع أو إنما كانش يعني باستثناء إبراهيم عادل و2-3 لعيبة كمان الباقي كله محدش عرفهم أو مش مشهورين زي الجيل السابق ولكن هم جيل طموح جدا معاهم مدير فني رائع جدا وجيد ويستحق الحقيقة النهاردة مثلا بنشوف تزديدات الهدف اللي أحرزه شحاتة ومحمد شحاتة ده من اللاعبين الجيدين على فكرة وهو بيلعب في طلاع الجيش أحرز هدف من خارج منطقة الجزاء بنشوف جمل في الدرابات السابتة بنشوف كل حاجة ولكن في النهاية وصلت كل هذا الأمر وأنا مبارح كنتم بتكلم مع حضراتكم قلتلكم متقلقوش حاجة تخص النادي الأهلي قلتلكم متقلقوش شناوي مصطفى شوبير علي لطفي حمزة علاء الأربع حراس دول أحسن من بعض شناوي طبعا في مكان آخر ولكن الثلاثي اللي مع الشناوي كلهم الحقيقة يستحقوا ثقة جمهور النادي الأهلي